الموعد المحلي مع أحلام مرحبا بك حالا بك ننصر بكل المشاهدين بداية الموعد المحلي ستكون بقطاعية تربية أن انطلقت اليوم انتحانات شهادة التعليم المتوسط عبر أرجاء الوطن كما هو الحال بولاية تنعمة وسط تنظيم محكم مصطفى تحاوي 712 مترشح منها 25 من ابناء الصحر الغربية وتلاثة أحرار هذا العدد يتوزع على 22 مركز موجودين عبر بلديات ودوائر وليت نعمة بفضل تعاون جهات المعنية من جهزة أمنية وسلطات ولاية فقد تم توفر كل الشروط المادية والمعنوية حتى يجرى في هذا الامتحان في ضوء السكينة والبدوء والاستقرار كما التحق أزياد من 8776 مترشح لاجتياز شهادة التعليم المتوسط على مستوى مراكز الامتحان بأدرار في ظروف مريحة إذ لم تسجل الولاية أي حالة تغيش نظرا للإجراءات المتخذة لضمان سير حسن هذه الامتحانات يامين بالعلمين ظروف المناخية مليحة الجو مليح نور ملائم على الامتحان سهل الامتحان سفر الأول سهل على ما أبس في المتناول وفيما يقص الأجواء على ما يرام جيدة هنا اليوم انطلقت امتحانات شهادة تعليم المتوسط عبر الوطن وكغيرها من الولايات أضرار انطلقت بها الامتحانات بين تانوية بودا تحت إشراف السيد ولي الولاي المحترم عدد المترشحين هذه السنة يبلغ عدد 8776 منهم 49 في إعادة تربية يؤطرهم 2008 مؤطر موزعين على 31 مركز أما بولاية شلف جميع الظروف كانت متوفرة ليزيد من 16 ألف مترشح لإنجاح هذا الموعد التربوي الذي انطلق بحضور سلطات الولائية وكذا مدير التربية للولاي يا رشيد مشور شهادة الامتحان تعليم المتوسط التي انطلقت صباح اليوم في ظروف تنظيمية محكمة وتربوية جيدة تلاميذ سوف يمتحنون في ثلاث أيام وهناك طاقم تربوي لتوجيههم وإرشادهم وحراستهم طبيعة الحال يفوق عددها أكثر من 5000 إطار شكرا لكم وعودة إليك منصر تفضل